المواجهات العنيفة التي شهدتها مدينة الحديدة اليمنية بين قوات الشرعية وميليشيا الحوثي قبيل أيام قليلة من سيريان وقف إطلاق النار رمت باتفاق ستوك هولم الذي انتزعه المبعوث الأممي مارتن جريفث من الفرقاء اليمنيين في طريق المجهول خبراء ومراقبون رجحوا أن يسارع المبعوث الأممي لسد الثغرات في الاتفاق الذي انتزعه من الفرقاء اليمنيين في الساعات الأخيرة التي سبقت اختتام مشاورات السويد من خلال عدد من الإجراءات من بينها تثبيت وقف إطلاق النار وتعديل وصول فريق المراقبين الدوليين إلى الحديدة بقيادة الجنرال الهولندي باتريك كاميرت إلى جانب العمل على أسدار قرار من مجلس الأمن الدولي يدعم صيغة الاتفاق ويترك للمبعوث الأممي حق تفسيرها العديد من التباينات برزت على السطح فيما يتعلق بتفسير الاتفاق الخاص بالحديدة الذي تم التوافق عليه في السويد من دون الخوض في تفاصيله وفقا لمصادر حضرة المشاورات ويبدو أن تفسير ما تم التفاهم حوله في مشاورات السويد بشأن الحديدة يختلف بين الحكومة الشرعية وميليشيا الحوثي كما أن للوسيط الأممي تفسيره الخاص على نحو يجعل الوضع في مدينة الحديدة مفتوحا على كافة الاحتمالات وسط مخاوف من انهيار كلي للتفاهمات بعدما اشتعلت المدينة ومناطق أخرى قريبة منها مجددا بمواجهات وغارات هي الأعنف منذ التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار برعاية الأمم المتحدة وإلى جانب الجزئية المرتبطة بنشر قوات دولية أو عدمه يتضمن اتفاق الحديدة العديد من النقاط التي يمكن أن تتحول ألغاما في طريق سمود التهدئة وأبرزها التفسير المتناقض أيضا من قبل الأطراف لباقي بنود الاتفاق وترى الحكومة أن الاتفاق يقضي بخروج الميليشيات الحوثية من الحديدة وتسلم السلطة الشرعية مسؤولية الأمن وإدارة المؤسسات بشكل كامل في المقابل يرى الحوثيون أن المرحلة الأولى من اتفاق الحديدة الذي تم التوافق عليه في مشاورات السويد هي وقف العمليات العسكرية وانسحاب قوات الشرعية والتحالف من المدينة ترجمة نانسي قنقر